شكرا اللي جاية تخص اللي اسماعيلي اسماعيلي اللي عادة كلنا بنقول ان احنا بنحب اللي اسماعيلي حضرتك اهلاوي هتحب اللي اسماعيلي حضرتك زمالكاوي هتحب اللي اسماعيلي حضرتك بتشجع الاتحاد هتحب اللي اسماعيلي المصري بدأت المحلة غز المحلة الاسماعيلي ليه مكانة عندنا كلنا لازم تحب في حتة منك كده تحب اللي اسماعيلي لازم ليه اللي اسماعيلي مهم عشان الإسماعيلي على مر التاريخ كان سالس الأهلي والزمالك دائماً منافس على الكم عشان الإسماعيلي من أكتر الأندية اللي في مصر اللي طلعت مواهب لكل الأندية اللي في مصر وللإسماعيلي وللخارج أيضاً الإسماعيلي اللي دائماً وأبداً عنده المواهب وعنده الكرة الحلوة برازيل الكرة المصرية والأفريقية اللقب ده ما خدوش كده عشان بيلبس أصفر وخلاص لأ عشان طول الوقت الإسماعيلي كان كرته حلوة كرة ممتعة منافس في كرة القدم المصرية تراجع للأسف الإسماعيلي في السنوات الأخيرة ودخل في كثير من الأزمات والمشاكل يصارع كثيرا في منطقة الهبوط في مكانة مش طبيعية ولا منطقية للدرويش هذا العام الإسماعيلي بدأ يتحسن رويدا رويدا مدرم محترم مجلس إدارة محترم عمل إنجاز عظيم جدا أنه رفع إيقاف القيد وسدد مستحقاته المتأخرة وسدد للعبين عمل صفقات عليها بعض التحفظات من بعض الجماهير بس تبقى للظروف فهي صفقات معقولة جدا كابتن عاب جلال نفسه هو شاي المسئولية صعبة جدا 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 أنه يتعامل مع فريق شاب أخيلا لإسماعيلي بدأنا نشوف عنده شباب مرة أخرى شباب يقدروا يفيدوا الفريق شباب ينفع يتوزعوا الأندية في مصر ومش بقول إنه يسيبهم الإسماعيلي عشان يجبين الإسماعيلي تقول لي إيه دا يعني نطلع لعيبة ونبيعها لأ بس الإسماعيلي في وقت من الأوقات زي ما بيع مثلا الإيادة العسكراني في أوروبا كان هيبيع عبد الرحمن مجدي كمان في أحد الأندية العربية عشان يعرف يعيش يبيع ويطلع ناشئين ويصرف على قطاع الناشئين يطلع مواهب المواهب دي تنور يبدأ يبيعها للخارج أو للداخل يطلع غيرهم هو مصر الإسماعيلي كان إيه حتى لما كان بيستغنى على اللاعبين وكان جمهور الإسماعيلي بيزعل جدا تسايب أو بتسيب الأعمال الأساسية في الفريق والأسماء الكبيرة بس الإسماعيلي كان طول الوقت بيطلع يعني اللي يمشي ييجي غيره دا كان مصر الإسماعيلي نهاردة هنتكلم في كل هذه الأمور ونتحدث عن الإسماعيلي الماضي لماذا كان رائعا وما بعد الماضي اللي حصل فيه شوية مشاكل والحاضر اللي ربما يكون رائع مثل الماضي البعيد هنعرف الإسماعيلي بيفكر إزاي هنعرف الإسماعيلي إزاي تخطأ أزماته الأخيرة دي عشان يبدأ يتنفس شوف أنا بحاول أختار ألفازي بدأ الإسماعيلي يتنفس مش بقول الإسماعيلي دا هو المتوقعين ولسه الإسماعيلي بدري عليه عشان يرجع تاني الإسماعيلي بس بدأ يتنفس مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر